السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدي أعلمكم أفضل طريقة لزراعة الرمان القزمي نجيب عقلة أو غصن من شجرة رمان قزمية ونجرد عنه كل الأوراق تماما ونرص القلم من الطرف اللي بدني نغرسه بالتربة حتى يستسهل يسحب مياه بدل ما يعفن بعد ما نغرسه بالتربة ونغرس القلم بمادة الأولوفيرا لأنها تعتبر هرمون تكذير وبإمكاننا نزع العقلة بحية لنوع تربة سواء كانت طينية أو رملية ونغرس القلم بمقدار 3 سنطيب التربة ونكبسه بهذا الشكل ونرجع نسقيه من جديد نجيب قنينة شفافة ونقطعها من الوسط ونغلف العقلة حتى التربة تحصل على حرارة ورطوبة والقلم تتشعب منه جذور سريعا هاي هي ثمار الرمان القزمي الثمار تكون صغيرة لكن الحبوب من الداخل تكون ناضجة وكبيرة وطعم هاي الثمار مثل طعم حبوب الرمان الكبيرة وبعد مرور 40 يوم العقلة صار فيها جذور أنا حاليا بدي أشيل الشجرة وشوفكم جذورها وبإمكاني أنقلها على سطل أكبر حتى الجذور تمتد والشجرة تكبر أسرع ما تكون بالسطل الأصغر أول شي إحنا إذا بننسحب الشجرة بهذا الشكل لازم نسقي التربة حتى تصير طرية وتطلع معانا الجذور بدون ما تتقطع وأهم ما يميز الرمان القزمي أن الشجرة تكون صغيرة وحامل الثمار صغيرة وكثيرة وبالنسبة للرمان القزمي يتميز عن الرمان العادي اللي حبوبه تصير كبيرة بكثير أشياء الرمان القزمي دائما مثمر صيفا وشتاءا دائما فيه زهور متجددة ودائما فيه ثمار عكس الرمان اللي حبوبه تصير كبيرة بيئله موسم واحد وبس ينتهي الموسم لثاني سنة حتى يثمر أما الرمان القزمي دائما الشجرة مثمرة وبعد مرور 180 يوم الشجرة بلشت تزهر وبعد اسبوع تقريبا الزهور تبلش تعقد وتصير ثمار ونقدر نزع الرمان القزمي بثلاث فصول بالربيع وبالخريف وبالصيف وإحنا بإمكاننا نزرع أيضا من خلال البذور وصلنا لنهاية الحلقة كان معكم أخوكم مروى المنصور والسلام عليكم ورحمة الله